هنعيش معكم ونشوف بس خليني أسأل في البداية أستاذ ياسر لو احنا بنتكلم بموضوعية شديدة يعني ايه اللي بيخلي الناس تقول الجن هو اللذي يشعل النار في البيوت ويروحوا يجبوك ويجيبوا حد تاني من الانتو خمس ستة أسماء مشهورين بكده يعني يقولوا تعالوا نجيبهم هم دول اللي بينجحوا في إطفاء هذه الحرارة يعني هل احنا نسيب الناس للأوهام بهذا الشكل ونخليهم حتى نحاول نحن نقنعهم بالأوهام فضل شكرا عزيزو ألا الوقتي أنا مروحش للحالة نفسها حالة الحريق غير بعد شهرين ثلاثة بعد ما يفضل تحترق شهرين ثلاثة مكونش عارف عنها حاجة وقبل ما بدخل بسأل اللي ما تصل علي سؤال الشرطة موجودة ولا لا يقولي لا اقول له بعد إذنك أنا مش هدخل غير ما يكون بتوع الشرطة موجودين فين القرية ديت أو فين البلد ديت اللي نحن نروحها يوصف لي اروح لقيت الشرطة بدخل ما لقيت الشرطة ما بدخلش وبدخل قدام الناس كلها ومع الناس كلها بعملش حاجة أنا بكرأ القرآن برش بعمل عبارة عن ملح وظاهرة قدام الناس كلها ملح خشن وظهرة زرقة ملح خشن وظهرة زرقة ليه؟ عشان ده حاجة معروفة انها بتطرد الجان وبتحرق المجان اللي بيفضل في المكان الملح مع الزهرة الملح الخشن مع الزهرة الزرقة ودي حاجة اللي هي من كتب الزهرة اللي هي بتغسل هدوم؟ الزهرة بتاع غسل هدوم الزهرة اللي هي البسيطة اللي خالص ديت والملحة البسيطة ممكلفش هاية حد حاجة ولا باخد من حد جنيه بدخل الحريق ده على بعد شهرين أو ثلاثة يا هالجان ولا بتحرع عقول المصريين كده؟ لا ما بحلق ما أخشى لتكون لا 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 بص حضرتك أخشى ان احنا يعني نوش على النار في عقول الناس طيب نوحد ربنا سبحانه وتعالى فنحط الملح والظهر الزرقة في دمار على دمار الناس هنوحد الله سبحانه وتعالى بتحطهم فين أولا بتعمل ايه بالظهر؟ اولا انا بقول ما بدخل البيت لازم أصل ركاتين لله اه قدام الناس كلها توضى وصل ركاتين لله بعد ما وصل لي ببدأ أشوف ايه موضوع هل الموضوع ده هوت؟ لما هو لازم ازا عرف السبب بطلع عجب اه ايه الموضوع؟ فكل بيت من كل بيت أو كل مكان من اللي رحناه له موضوع له موضوع مختلف عن التاني خالص بس معظمه أثار معظمه أثار اه طب انت بتحط ايدك على حاجة مهمة أثار عيوة يا بيه أثار ازاي؟ اه بحفرهم تنقيب عن الأثار طب معالينا هنكمل بقى الموضوع مهمة أنا بدخل بعد شهرين من الحريق أو تلات شهور من الحريق كل اللي أنا بعمله هو ده بس طب وبعد كده بعمل ايه؟ ببدأ ان أنا أقرأ على مية أقرأ على مية المية دي برشها في البيت كله قرأة عادية خالص اه أنا مع حضرتك قرأنا على مية ورشناها في البيت كله بعد كده بجيب الناس أقرأ عليهم الأهالي بعد كده بخرج من البيت البيت ما بيولعش الكلام ده كنت في اسمه عليها الأسبوع اللي فات طلبني قناة LTC وروحنا وعملنا طب إيه اللي بيخليك على ياكم؟ يعني أي حريق فيه أسباب علمية؟ فيه تفاعلات على الأرض؟ فيه أحياناً؟ مضبوط عملنا مناظرة عملنا مناظرة قبل كده مع الكيمياء العدوية قلتوله تفضل قال لا ممكن يكون شراب بيولع شراب طب البيت الوقت مخسول مفيش في شرابات من ضمن الكلام ده يعني مخسول انتغساتكم؟ يعني هما لأ ده أنا روح تليتهم كانوا غسلين ما عادش فيه بيت حاجة بيت كله احترق وما عادش فيه حاجة طلبوا الكيمياء العدوية وجات المباحث وأخدوا عينات يحللوها من الحريق نشوفهم إيه دي نتيجتها إيه مفروض إن في كل حريق يجيب بالنتيجة تطلع ويتيجي مع حضرتك بتكون بتتكلم الوقتي يوم جايين يقولوا آه ده نتيجة الحريق ده واحد اتنين ثلاثة لكن ما فيش ردود من العينات اللي بيحدوها إيه اللي بيخليك تقول تمشي مع تقول إن الجن هو اللي أشعل النار لأ كما أنا في بيوت ما بدخل فيها أنا دخلت بيت لقيت بنت مسكة ولعها بعد ما قعدنا وخلصنا واللف في البيت مفيش حاجة فجئت وأنا ببص لقيت البنت وقفة مدارية ومسكة حتت ولعها بتولع في مشمع في السقف قمت جايب الرجل قلت له بنتك هيا تقمت جايب بيدي ده قمت ماشي ده في موضوع من المواضيع دي هتعل مش كل المواضيع هتبقى عشان جن طيب وإنت بتقول لما بتتأجن بتستخدم الملح الخشن مع الزهر الزهر مع أقراءة الكرآن مع أقراءة كرآن وبخرج من البيت الحمد لله بقى خلص طب أنا عملت إيه عملت إيه أكتر من الناس اللي أنا بسأله أنا عملت إيه أكتر من الناس طب إنت لو استخدمت دي تول مثلا ما يمشيش بدل الزهر الزهر والاستخدمت ولا دي تول ولا شوي بسحد كان زمان لك سبين فيه صاب وغبصه والحاجات جدا الزمان هو أنا أنا بسأل سؤال بقى أنا بسأل سؤال هو هل هل لنا يعني برضو ما الناس جم قالهم حرام وحلال أنا قلت مش عايز أعرف حرام وحلال اللي أنا بعمله ده لأنا باخد شرقه أجر فلو حرام مش هعمله رحت لجأت للدكتور نصر فريد واصل وحكت له الموضوع هل يا فضلت الشيخ خلالي بعمله ده حرام ولا حلال وحكت له زي ما بحكي لحضاك كده في بعض السلفيين بعض السلفيين طلعوا على الهوى وبقوا يجدلوني اللي ده بتعمله ده حرام بإيه ملح والزر ورد في إيه في أي كتاب ورد لا أواسيبك يعني حتى إحنا يعني النقاش العلمي يعني طب النقاش العلمي أنا عايز يعني أنا بنا أنا أنا اسمح لي وأنا لسه نسمع وجهات نظر أول ما باسمع ده على طول بقول للناس يا جماعة ما تقعوش في فخ الدجل والشعوزة يا جماعة بحثوا عن الأسباب العملية العلمية اللي تؤدي إلى حريق في بيوت تمام لا فيه جن بيولع بيوت وهنا اللي أنا باسمع عشان تبدأ لنا ما بيخدش فلوس لكن فيه فاتورة باهظة بتفعها الناس الظلامية اللي بيعيش فيها الناس التخلف نفضل نسيبهم في ده ما هو ده دي فاتورة باهظة يا أستاذ ياسي يعني أنا بخلي الناس هنا لا في حالة حالة ظلامية يعني إزاي بربطهم بالدجل والشعوزة بدل أزين الجباب العلمي طيب خليني هاخد دكتور حسين وبعد كده هاخد يا أستاذ وائل يعني أولا تحية لك ولضيوفك واللي أنا بنأشه ده ليس موجها لأي أحد من الضيوف المحترمين ولكن إحنا بنوجه كلاب ده للأفكار التي تروج واللي بتغيب عقول الناس إحنا يعني بنعاني وبنحارب وحضرتك اللي يكدور كبير في محاربة الإرهاب والدواعش والدولة كلها بتحارب ده لكن بتحارب ده للأسف من خلال المدافع والرصاص والقوات الشرطة وقوات الجيش وسيبة من يغيبون عقول الناس الناس اللي هي بتغيب عقولهم بيبقوا عاجينة جهزة لأنه أي حد تاني يحطوا في تباغهم أفكار ظالمية ويلتزموا ينضابطوا ويبقى متصورين أن ما يفعلونه هو الحق يعني لما لما سمع أنه أنه أحد الضحايا أو أحد القتلى من الإرهابيين واضع أجزاء من الصلب حول أعضاؤه التناسلية عشان حتى لو تفكر يبقى ده جاهز عشان يجامع أو يلتقي بالحور العين ده ده معناه أنه ليس له عقل وده نتيجة ده معناه أنه العبث في عقلي وصل إلى حد لا تتخيله يعني وأنه طالع للحور العين فأنا لما أسمع الآن أنه الزهرة والملح هم اللي يطردوا الشياطين يبقى أنا أنا كدكتور حسين بدلا من أن أنا روح أجيب جرد الرملة وأجيب طفاية عشان أقمن منزلي ضد الحرائق أبدا لعملها سهلة جدا يجيب كسين زهرة وشوية ملح وحطهم جنبي عشان الشياطين اللي بتحرق البيوت أهم أول ما يتحرق أو تبدأ الحريقة أهم رامي ده يا وائل باشا أنا عايز أقول سعادتك من خلال هذا المنبر المحترم أنه يعني القطاع الكبير من شعبنا بمعادل العقل ومعادل العلم وهو ما أمشي ونام ولاق نفسه معادل العقل ومعادل العلم لا لأنه زي ما يقال المثل الشعبي الزن أنا لما بقعد في مكتبة يا أستاذ وائل وبعدين أعرف أن زميل لي رايح إحدى السفارات العربية عشان يقدم على إعارة ولا على أستاذ زائر وبعدين هو راجع لأي وشه مكفهر فما لك يا صديقي أنت مال وشك متغير كده ليه قال لي عصلا ما قبلتش فبقول ليه بقول ليه يا وائل باشا وأنا متصور حيقول لي لأنه هم كانوا عايزين دورات كذا هم عايزين لغات كذا هم عايزين شهادات كذا وفاجأ به وده أستاذ جامعة يقول لي ايه يقول أنا عارف ما قبلتش ليه خير قال لي واصلا النهاردة تقابلت بوشي فلان وفلان ده وش نحس وأنا عارف نفس لما بتقابل بوشه بيبقى يوم اسود ومنيب ستين نيلة اللي هو فكرة ربط دائما نحب ان احنا نربط انفسنا بالأوهام وفشلت لأنك انت الحقيقة زي ما انت بتقول قبل واحد وش عكر بس على دي القطة أو سمع 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 طيب هنا بسرعة يعني هنا أي يعني أستاذ منطق على ناصي من عفوزك على ناصي فيعني حيقول لك يا جماعة انت اه ما بتاخدش فلوس زي ما انت بتقول لكن بتدمر مجتمعا بتخليه بيئة سهلة جدا لأن أي حد يعبث في عقول الناس طالما أنك ربطها بالأوهام وبالفرافات فأي حد يمكن انه يكتزل لما روح لبيت بتحرق باله ثلاث سنين ثلاث سنين والإعداد عند حضاك في في كلام ده كويس ثلاث سنين متواصلين بيت بيحترق وطلبوني وروح بعد ثلاث سنين بعد ما شاخ مصر كلها مطروح بعد ما يجيبوا ناس من مغرب بعد ما يجيبوا ناس من السودان بعد ما يجيبوا دجلون ونصبين لما يزهقهم وادخلوا حل الموضوع ايه الدجل في كده أنا عايز أعرف الدجل في كده بقى بقى بس بقى قولي الناس ازاي من اللي بيوهمهم من موضوع اتحل بالفعل بس في خطورة هنا اوال بي لانه هو يعني مشكورا الأستاذ ياسر اشار الى نقطة بالغة الخطورة هو نفسه اشار اليها ودي تبين خطورة اللي بيعمل الأستاذ ياسر ايه بقى لما قال انه هو في المناطق دي اللي بيحصل فيها حرائق بيبقى فيه تنقيب عن الاثار فلما يبقى الاستاذ ياسر يذهب الى هذه المناطق لطرد الجن ولا العفريت ولا الشياطين فهنا الاهالي في هذه المناطق خاصة في الصعيد يتصوروا ان دي مناطق موبوعة لا يجوز الرجوع اليه فينزحوا عنها وبالتالي من يريد ان ينقب عن الاثار يجد المجال مفتوح قدامه يبقى هو كده ساهمة في ترك انطباع لدى الناس انه اوعوا تعودوا او تستمروا في هذه الاماكن لان الجن والعفري ازاي وانا بدخل بالشرطة نعم ازاي وانا بدخلش الوعدي طيب انا انا بدخلش الوعدي لا موضوع الاثار انا بفهمه بشكل اخر ده بعض الذين يقومون بيهمون الناس بالاطفاء هم متورطون في حكاية الاثارية طيب انا في عند حديث بس لحضرتك حديثنا حضرتك بس مش عايز اقوله على الهواء هتحضرتك تراه ده عن سيدنا رسول الله تعرف ان حضرتك الجن يحرق ولا محرقش بس انا مش حاب اقوله على الهواء هتحضرتك خلينا بس احنا بتكلم من الوقت في الجانب نشوف بس حضرتك سيد